قبل ما نبدأ صلى عن النبي وقصتنا النهاردة عن أم يموت ابنها في حادث فتكررت انتين من العمل كده لكن تكتشف شيئا غريبا وهي تدور على الحقيقة فيطارها تعمل ايه؟ هذا لنعرفه لكن لأول مرة تشوفني اشترك في قناة زميلي وما تنساش لك وشير وشير ويضا نبدأ الجزء بيبدأ مع كتشاف هيون ان الجزء كان غراحا دجارتها بعد ما قادلا ان تأخر في العمل ويتكون مصدومة وبتفتكر كلامه فان ده كان في الماضي ومعادش العلاقة بيه اصلا فهنا بتمشي وتفتكر وقت ما كانت بتشكر فيها وان كان غاقلها نقابلها عند قبر جون فنروح لليولا اللي بيلحظ في ان في الناس متبعينه وبيكرر يهرب منهم على طول وبينجح في الوروب بالفعل فنروح لكان غير اللي بيكون عند يون ومرتبكين في حال ان هيون بتكون بالتأمر وهي متضايقة ومش مسدينة تكون بتتخاني كده عادي بس ان هيون بيرنع سكرتير كيم جون وبيعرف بالناس اللي بيرقبوه بارقام عربيتهم واتبعته الشخص فهنا يون بتبعت اللي كان غير انها عارفه وامع مين وده بيصدم وبيطلع يبص وبيكرر يروح لبيت على طول ومرعوب وبيدور عليهم في كل مكان في البيت وبيرنع لها كمان ودوية في عربيتها وقررت تمشي وتروح برضه وبتلاف انه موجود وبتكون مش عارف تتصرف معها ازاي اساسا بس بتكررت تروح ليون وبتقابلها بالفعل وبتوجه في النالي كانت في الفوندو مع جوزها وبتورها الصورة اللي بينهم وعاوز تعرف كان هي دي ولا لا وعلشان كم تتأسف ليها وبتعرف في ان ده حصل قبل ما كانت موجودة وبتنكر النصورة دي ليها وانه قبل عشان يسأل عن الصورة وبتعتذر بس يوم بتروف التسمحة خالص وبتمشوا هي متعصبة فبتوصل وتطلع مغير كلام مع كانت غالص اللي بروح وعاوز تتكلم معها وبتأسف ليها وبيعرف ان كل حاجة خلصت خلاص بس هي بتكون شايفة في ان اللي اختار دي وانها كان عندها استعداد تستحمل بس فيش شخص بعت لها الصورة وبيتصدم ان امها شايفتها وبيعرف ان فيش شخص هو اللي بيعمل كده علشان يبوز كل حاجة ويكتشفه امين وبترفض تكون معاه وتروح لامها اللي اكمه تفاجأ قبل ما بيحصل وهو بيكون حزين وعاوز يعرف من اللي عمل كده فبنروح لصور كيمجون مع بقى اصحابه بل هنا تشوي جيستوك بيتقام مع سكرتير كيمجون عشان هو بيتابعهم وبيتدد بصوره علشان بليش يلعب معهم تاني وبيكون متضايق فبنروح لليول اللي بيرح يتأمل ويرتح شوية بس بيجو قدامه الدفتر خاص بجانغ وبيبتجر كلامه مع عيون وعن الصور وبيكون عارف يكشف عن من هيوك فانا هيوم بتروح لامها او وبيتكون عارفة انها تفضل معها كم يوم وانا هي تكتشف من الشخص اللي بعت الصورة دي وعلشان كده ما بتكون عايزها تفضل زي ما هي علشان غرض الصورة انها تخلات عيسة في حياتها ويها مش عايزها تكون كده اصلا فبيعاد دلوقات وبتبدأت صحية وبتفكر وبتكار تقطع الصورة ده كلها فبيعاد اليوم مع كانغ اللي بيفتكر انهم هيوك شافة الصورة وبيكرر يروح للمكان ده واللي بيكون عند الراجل ده اللي بيعرف يوصل لأي حاجة وعيزها واللي اسم المحقق ليه وبيعرفوا انها عاوزة للشخص اللي بعت الصورة وبيورها له وبيشوفوا انه كان بيترائب من زمان وبيكون مش واثق في اي حد غيره فبيروح العمل يتقابل مع كيمجون وبيروحها ببيع علشان يتغده سوا وبتكلم على زوره مع زوجته لنجح وهنا كانغ يشك في اساسا فبيمشي وبسأله ان لو كان هو اللي بعت الصورة لزوجته فيعديه ويدفع تمن ده غالي وبتحده بعض فكيمجون بيمشي وبيكون ناوي رائب كانغ برضه حصلت شوية وبيفضلوا مقربين من بعض ويرتبوا البيت سوا ولما بتشوف تقطيع الصورة بتفكر في مين الشخص اللي بعت الصورة دي وبتلاقي ان يقول بعت لها رسالة عشان يتقابله وبرغم انها مشغولة بس بتكرناها تقابله وبالفعل بتروح للأطول وتضلوا الطعام كمان عشان يأكل وبتشوفوا انه بيشتغل في المكان ده ومستغربة ما اللي بتتكلم عن عملها اللي بتكون مش عايز تعمل اي حاجة وبتسأل عن عائلته او اي حد يعرفه او حتى اللي بيعمله وشايفوا انه صعبان عليها في سوا طريقة حياته كمان بس بتتطورب من كمية الجروح اللي عنده واللي بيكون مش عارف وشايف ان العمل ده خطير بس بيوفر للمال وبيعرف انه بيعرف تصرف على نفسه من ده وبتشجع ان يتجنب اي حاجة تسبب ليه ازا عشان عراجه من حلوة المال فهو مش كويس وبيشوف ايه ده وبيلانة متوترة جدا وبتعرف انه تقذب بس بتنكر ده على طول وبيفضلهم مش قادرين يقوله البعض على اللي بيعاني منه فبيمشي وبيعرفها في النصرات تأخذب بكامرة رقمية يعني مش وكالة ببحث خاصة وبيعرض عليهم يبحث عنها بس هي بتكون جابله علاجة شان يتم بنفسه وبلش يتعرض للأزا وبتمشي فانغي بتشوف وهي مشق وبترسل تغرب منها بس هي بتجيب لي معلومات عن من هيوك اللي بيرح يا امر وبتكون بتكراش علىها اساسا وبتخليها خدع الدراجة تعبيرا عن شكره ليها وبتفرح وبيفتكر كلام هايون كل شوية فانا بتكون هايون جمعت الصورة وبتشوف ان الصورتان مختلفين عن بعض وبترح تدور على العنوان اللي فيها وبتلاقي فين ده عنوان حدث اساسا وان فيست تبتمشي بالعربية وبتقرر تتصل بمراسل اللي اسمه جين واتبعتله على الميل علشان تسأل عن الحدث اللي كتبتها في عام 2017 وتفضل مستنية وفجأة بيجي لها فهم من حاماتها جانغ علشان تشتري لها ملابس وعايز تفرحها بشكل كبير رغم عدم رغبته ينفي ده فيروح يشربوا قهوة وبيجي لها ناس بعد ما شفت مقطعها مع كانغ وبيشجعوه بيفروحه جدا وبتتكلم على انها لازم تتحمل مسؤولية اللي حصل وبتكون بتحط قررها في نفسها وانها تبعد عن ابنها كانغ وعايزت تتحكم في تعابيرها شوية وعاوزت تتم بجزه ولسه متعرفش ان ابنها خيان اساسا فهنا قبت بعتليها انها تتأخر في العمل وترتاح وتتم بنفسها شوية وبالفعل هيهم بتوصل وبتبكي بشكل كبير وبتشوف رسالة امها اللي مش بتعرفها في العمل وبتفضل تبكي واللي بتشوف ده يا يوري وبتفضل تعرفها السبب اساسا فبنروح مع عصول كانغ اللي بلاقي يوري مستنية وبتلومه علشان هو ازاي خونه يوم مع جارتها وما كانتش هترجع بس هو بيعرف انه كان عاوز يمح كل حاجة وهو سوى واللي بتارى ده ترجع العمل وتكتب من جديد بما انه كان لعرض من الجامعة الخاص بها وعايزها تشوف نجحة من جديد وهي تدعمها وبيفرحوا بس فجأة بيجي لفون من مرسلة الجن اللي كتبتنا الحادث والستة اللي اتخبطت ويبتكون مش هتتعرفها للحصل وده بيخلي يوم مستغربة علشان هو ازاي يكون العلاقة بيها وبتبدأ تعرفها في ان الستة دي هي مون زوجدوان غي اللي قتلته ويبترح تكلم تايهو لكي يجب له معلمات عنها بما انه في المشفى بل هنا يكون اخذ عربية صاحبه اللي بيكون عنده معهد وده علشان هو بيكون رايح لمكان من هيوك وبيفتكر هون غوية تدعوه معلومات فالنمود من امار وتحبس قبل كده ويروح لمكانه الامار ده اساسا وبالفعل عشان يلعب بس مرة واحدة بيشوفه وبيكونوا منعينه النيج هنا اساسا ولما بيكون في حاملة عليهم بياربوا كلهم ويقول بيأخذ من هيوك اللي بنقطه بتصاب اساسا بس بيقرر ياخده معه بالمحد يشوفه متصاب فانا تايهو بيشوف المعلومات الخاصة بمون واللي بيبلغها في انها لسه في المشفى بتاعه وبتكون رايحة في نفس الوقت يقول بيأخذ من هيوك للطوارق بعد منازف جدا فانا هيوم بتوصل وبتكون متردودة تروحه ولا لا وبتبحه وكيف تدخل علشان يدزوك تونغي لقتالته فبتدخل له يا فقدة الوعي وبتبكي كتير وفجأة ايول بيجي وبيتفجوا لما بيشوفوا بعضهم والاثنين فبنفتكر وقتما ايول اخر من هيوك ودفع عنه وموضفوا ان الوصف بتاعه كمان عشان ممكن يعملوا عملية وبيروح يبوصل نفسه وبيحاول تجاوز الوضع فبنيجي الوقت مقابل هيون عن دمه من هيوك وبيتصدموا من بعض وبيستغرفوا انه موجود هنا بس فجأة اندي بتيجي وبتكونها تموت خلاص وهو بيتصدم وبيروح يحاول يخلها تعيش وده بيفكر ابنها وبكل حاجة واسراره على انه يخلها تعيش وبتبكي بشكل كبير وده وصل ما بيكونوا بيحاولوا يصعقوها عشان ينقذوها وهي بتبكي كل اللي حصل لغاية ما بترجع من تاني وبيرتاحهم الاثنين فبيتقابل وتفتكر وقت ما كان عاوز ينقذها وبيعرفوا انه مش حاب بيشوف اي حد بيموت وبتستغرب انه هنا وانه عارف انها بتدور على عائلته وبيجي ماشي بتشوفوا الدم اللي عليه وبيعرفوا انه بيحاولوا مساعدتها بما كانت جنبه ويمشي فبيروحوا بيفضل يبكي وبيروح ياخد دوش وبيحاول لفوق ما اللي حصل فبنروح لهيون اللي بتده تفكر في اللي حصل مع تايهو وشاف انها باقي بعيدة عن الخطر ولسه اتفوق عشان يومصابة بتلف الدماغ وبتشك ان ابنها واللي كان بيبعت لها الصور واللي بيكون في المشفى برضو فبيعاد اليوم مع تاميرانيول علشان يخرج تاكتو دي ويبطل تفكير لغاية موغي بتيجي وبتكون عازيه فوق شوية علشان غلط عليه جري كده علشان قلبه وبتطمونه على منيوك اللي لسه في المشفى وبتكون عازيه تامي بنفسه علشانه ما بيعاني من قلبهم اساسا وبيعرفه في ان شاف يون في المشفى هايوم بتفكر في انه حط العنوان في الصورة وبتفكر في المقال وانها مش مجرد حادث بل حاجة متضبرة وبتبدأ تشك في انه بيطلب مساعدتها وبتروح للمكان اللي في الحادث واللي مش في نظام وفي ناس كتير بتخليف المرور وبتتخلي اللي حصل وقت الحادث اللي حصل لها وبتكون مصدومة وبتكرر تيمشي وترنع على شخص علشان عايزة تشوف قضية معينة فانا امها بتستغرب نتأخرك جدا وفجأة بيكون كان غيناكو وحزين وبتكرر نتدخله وبالفعل بيدخل وبتأسفتها على شافته وعلى عمله ويعترف بخطأه ويحلف انها كانت مرة واحدة بس يابا تعرف ان المفروض كان يقاوم بعد وفاة جون وحبسها فبيعرف انه كان يعاني على خسارة ابنه وكمان هيون وان هو اللي كان المفروض يقتله بدلها وكان بيشرب كثير وكان حزين خصوصا ما كانش في حد في البيت غيره وما كانش عارف يعمل ايه وبيفضل يبكي وبتأسف على اللي حصل علشان وكان يعاني برضه زيهم واللي بتسمع دي هيون وبتبكي وبتكرر تيمشي فبنروح لي يوري اللي بتكون في المتجر الخاص بيها وبتتفاجئ بوجود هيون وبتفكرها وقت مكان صغيرة وفي نفس الاحساس اللي كان بيحصل بينهم وبيمشوا سواء وبتفكرها بوقت مكان صغيرة وهي كانت صاحبتها الوحيدة واللي فضلت معها تبارتها عائلتها خلاص خصوصا انها كانت وحيدة وده اللي بيفرح هيون وبتعرف انهم بيعانوا بسبب الفترة دي وبتوعد انها تحل وتتجاوز اللي حصل علشانهم بسه بيمشوا فبنروح لي كانغ اللي بيكون نام عنده اوه وبتجيب له الطعام وبيفضل تأسف وبتعرفه انه يون رجعت البيت وبالفعل بيروح جاري بيلاقيها وبتعرفه انه قصر السقة اللي كانت بينهم خصوصا لما خنق مع جاريتهم علشان القلم اللي عانت منه هيفضل فقلبها على طول وكانت بتحاول زمان انها تبعده وخصوصا بعد موت جون ومش عارف المدة اللي يفضله فيها كده قد ايه وقررت ان اتفضل لشان خطر اللي بينهم بس وبشكرها فيقول بيروح لي كيم امي من هيوك وبيتطمن عليها في حين النهيان بتكون بتزرع الزور مع كانغ بس فاجأة بيجي لها رسالة ان وثقة الحكم توافق عليها وبترح تشوفها وتشوف قضيك كيم وان الساكل الخبطة كان ماشي بسرعة عالية وبتقار تتكلم مع الصحفية اون وبتعرف ان ابن من حقق كل حاجة ونوين يعرفه من العمل كده عن قصد وبتشوف رسالة اليول وبتشوف انه مش بيرد عليها وبتفتكر كلامه وبتفكر فيه فبنروح تايهو اللي بيحاول يهونه على الطفل ده اللي خايف من العملية بس هون غي بتجو بالطمونه على طول وبتدله قلب عشان يساعده وبتعرفه على بعض بما انها بتجي كتير والشكله يقع في حبها فهي هون بتروح لكم وبتفتكر كلام الصحفية في حين ان تايهو بيرن عليها ويا مش بتسمع ده وبيستغرب كتير فهون غي بتشوف ان فيه ناس بتدور على من هيوك وبترح تعرف يول اللي بيرحها جارية للمشفى بس هون تايهو بيرن عليها وبيكون عاوز يعرف علاقتها بيول بما انه شافه قبل كده وبتقفل لما بتشوف يول رايح له واللي العصاب النويني مضوع على اعضاءه وبيقطعمونهم العجد وبيجي اضربوه بيشوف ان هو اللي بلغ عنهم وبيقرر يحربوه وبيتضرب تحت انظار هون اللي بترح تطمن عليه وبتكرر نتكلمه وبالفعل بيمشوا وعاوزها يتم بنفسه وبيفضل يرفضها ولما بتجيب سيرة اهل وبيواجهها في انها ازاي بتدور نصائح وهي قاطلة وتتم بنفسها وبيمشي وده بيصدمها جدا فبيروح بيرفض درد على هون وبتكون حياته حزينة وبيتضيق كثير بسبب اللي قاله له يون اللي بتكون بتفتكر اللي حصل وبتفتكر ذكرتها مع ابنها وبتفضل تبكي كثير وحتى لما بتنام بتفتكر جون وبتقومها في زوعة من النوم فبيعد اليوم وبيتروح تتمشى شوية وبترجع تاخد الفطر من كانغ وبياكلوا سوا وبيفكر في الانتقام من المكان ده عشان ينسوا بس بترفض وبتخلصوا وبتروح علشان تساعدوا معه يوري واللي بتكون معاه وبيتجاوزوا الطعام سوا وبيفرحهم الثلاثة كمان بل بتاخد الطعام درهم مسنين ده فبنروح نشوف الصراع بان كيم جون وسون والمنافسة وبيفضل جون متابع كانغ واللي بيكون متدايق وعاوز يعرف من اللي بعت في الصورة دي فانا يوم بتقررت تروح ليون اللي بتدله الطعام ده وبتعرفه في ان ملاشي الحق بتدخل في حياته وعلشان كاي بيعرفه في انه بيحاول ساعدها وابن المرضه فكرها بيها عشان ما يستحق اشوف قد اهله وبيتأسف لها لقاله لها مبارح ويبتقب على التظاهره وبتمشي بس بيرح ووراه وبيساعدها في العربية وبيلاحظ انها تتأمل في السماء وعلشان كاي بيصور النجوم وبيحكي لها حاجات النجوم المتجمعين وبتحسدهم على انهم سوا وبتكون جيت لشان يتغير وتغير حياته دي وعاوز يحكي لها كل حاجة وهي تساعده وبيهزره سوا فبيعد الوقت وبتمشي واناو يتامل حاجة من هيك وبتمشي وفجأة سجر تاريك كامجون بتردن عليه وبتدله ملف في كانغ وعاوز هي اخذ بيانات عنه بس المحقق لي بيكون صورهم اساسا وبيتصدم فهنا كانغ يأخذ هون للمطعم ده ويعمل لها عرض بالنار بس انه تفتكي الكلام عن يول فانه عنده حروق ويخاف من النار وبترتبط جدا وبتفكر بس انه بيروحوا بيضحك عند مكان كم وبيروح يمسك ادوه ابن اعرف في نديهم اساسا وده بيكون ابن هونغ كده ونوينتين من هيون اللي عايز تعرف ومين بالزبط فبنجي الوقت ما جانغ قررت تولع في البيت بس النار وصلت لكل البيوت والمفاجأة في ان ابنه هو من هيوك اللي يعلم الحروق اساسا والذي يكون يعرف هويته وانه اتصاب من زمان بس يدوه الدفتر الخاص بي اللي يندته لا اساسا ويشوف كل حاجة ويبقى لا رسالة جانغ انها عايزة سمحها ولما يعرف انها ماتت بيتدايق علشان كان عايزة تتعذب ويقري دوه الدفتر ويدفع تكليف المشفى وبرغم كده من هيوك مش عارف ويعملوا كده ليه فبيعرف عشانو الشابه بالظبط ويمشي على طول وطالما هو ماشي يذهب لقون الست اللي هيوم وعتقد انها ام من هيوك ويمسك ايدها ويقول انها امه ومن الواضح انه مستهل وانه ينتهي من هيوون اساسا والحقيقة انه ابن ونغل قتلته وانه الناس تروحوا مش طيقه ويتعصب واما هي اللي تمنعه عشانوه مات ويكونوا متأثرين جدا ومن وقتها وكل الطلب في المدرسة يتنمروا عليه عشان ابوه قاتل وبيتضرب وبيتأسف له وشان مجاش له كتير وانه ياخد حقه وانه يقول له حاجة فبنروح لهيون اللي بتقابل كلم شراء الدكتورة وبتعرف انها ايبة الناجي ويديتو الدفتر وبترتاحه وبتمشي بس انه يوم بتوصل مع جوزة في المطعم ومن عرض النار ده بتفتكر انه يول مش بيخاف منها ولا عليه اي حروق وبتعرف ان مش هو ده الطفل اللي علامه من الحروق وبتفكر في نزالة الدكتورة دي عارف بأمر الدفتر عشان هي معرفتاش اي حاجة وبتشوفه وبتفكر فيها كمان وفجأة يول بيرن عليها ومش بترد عليه علشان عايزة تعرف هويته وبالفعل هنا يول بيوصل الدكتورة كيم شراء واللي بتكون يعرفها وبتتفاجئ منه فبيعد اليوم عفوان هيوم بدري ويول بيفضي يرسلها وعاوز يوصل ليها وبتعرف كان غبيه وبيحذرها منه علشان يوم لسه معرفش عنه اي حاجة فبنروح لهون غلي بتوصل المشفى وبتروح تزور كيم ام يول وبتتكلم معانا خلت يول يقل عليها وبتتم بيها عشان هي مش تسمح لأي شخص يقذ يول وعايزات فوم الغيبوبة دي بقى فانا بتتقل مع تايهو وبتحوط أسطر عليها اساسا وبتكون عاوزة توقف حبها وبتعرف يول بدأ اساسا فانا بيكون كان غبي بتقبل معلي واستمتبع من يول وبيصوره واللي بيكون مصطوره من صور يول وبيقارو يرقبوه وكل واحد يقوم برأيب الثانية اصلا فبنروح لهون وهو مع الشخص اللي بيكون بيبعث ليون الصور دي وبيخطط الانتقام منها اساسا فانا بيروح يقعط المعلومات لسكرتري كيمجون وبتستغرب ونطلب مبلغ كبير والحال ان بيروح يسدد لمن هيوكو وبيلايف انه سدد 25 مليون وين وعاوز يبطل ايامر على حاجة وبيمشي وبيأثر فيه فبنروح لهون اللي بتكون في المقابر وبتشوف ضحي الحريق فبتفتكر وقت ما شافت يولي هنا الاول مرة وبترن عليه وبيردلان انهم يأكلوا سوا والحايف انه بيكون في المطعم ومهة اصلا وبتعرف انه يعرف كل حاجة عنها وهي بتخاف بس بيدفع ويمشي على طول وبيمال في انه لطيف بس وهو شيطان فبنروح لكيمجون اللي يبدو محاضرات في الجامعة وده علشان يتقرب منهم عشان يكسب الانتخابات فبيخلصوا بروح يقابله وكيمجون بيردلان ان انضم ليه بدل مهم يتحربوا كده وكان غيب يستقرب انه عايز مخصوص ينضم ليه وبيعرفوا انه عاوزوا في المصالح الخاصة به ويدينه مبالغ كبير اكتر من الحكومة بس كان غيب يفضل يرفو كل حاجة وبيلمح ليه فانه مش بيتوه اساسا رغم ان كيمجون بيعرفو انه يرجع عليه ويمشي وبيكرر كيمجون انه يتابع كل صوره وبيشوف مقابلته معليه فكان غيب يفتك الكلام معليه انه يعمل اي حاجة عشان يوقع كيمجون اما انه دافع عن قتل ابنه وبيفكره في قطرة انه يعملها وبيعرفه ان الجون طفل غر شرعي وانه عشيه دي بتشتغل في غسل الاموال وانه يدور ورا كيمجون اشان يمنوع يكون الرئيس وبيكرر يساعده فهو ماشي يول بيعدي من جنبه وبيتخيل بوجوده وانه ده مساعد كيمجون وبيتصدم فهي يروح يرحب بكيمجون وبيفتكر وقت الجنازة وخناء الناس عليهم بس بيسكوته لما كيمجون بيجي وبيعزبه وانغق وبيواسعه وبيطمن يول فانه يكون ابوه من دلواتي فبيطمن عليه وعلى امه اللي عايزه تفوه وعاوزه يتكلم معه عادي وعاوز يرجع لكلية الطب ويتفع على مصاريفه وبيعرفه وبيعرفه انه موهو ومش عايز امه تشوفه كده وانه عراحه من دفع تكلفه امه في المشفى فهو لازم يفوق شوية وبلش يتصرف من انتقام من نفسه ومنجرب ما ينجح حيكون هو الدعم الاسيلي وبيفرحه فانه يوم بتروح له ومش بتلاقيه بس انه بيجو وبتعرفه علشان كانت في مكان دفن ابوه عشان تتأسف وبتمشي فبيوقفها وبيسأل عن رسالته بس برده مش بتعبره وبتعرف انها عرفت حياته فبنروح ليوريق اللي بتتكر كلامه معك فانه يمحي كل حاجة فاتت وبيتكون خايفة من حاجة بس انه يوم بتكون وقفة الوحدة وبتتأمل كالعادة فبتروح لماع المطعم وبتلاقي رأي شغالة وبتسألها لو حصل حاجة انه عرضه بس تقب تنكر علشان يومها كان كويس وبتلاقي انهم مبسوطين كان غير بينضم ويوريق بتستغرب منه وبينا الواضح انه كان في حاجة مش تمام بينهم اساسا وبتفضل يوريق مرتبكة كتير للدرجة اللي يوم بتلاحظ ده وعلشان كده يوريق بتعرفه انها شافتها بتبكي ورحت زعايت في كانغ وبيتكون ما قالتش الحقيقة وعلشان كده كان غير تحوي الظاهر منها البنت اللي في الصورة معاه فبيروح وبتحضنه بس انه يوم بتروح تفكر لبعث الصورة من غير وش البنت اللي معاه فبنروح لهونغي اللي بتجيلها عمتها واللي بتكون هي اكم شراء وبتتكلم معنا هايون واللي شايف في انها شر اليول فتبقى شر لها برضو فبتروح للشرطة وبتاخد منه معلمات القضية وانها تقفلت عشان كانت الفاجر قم في الشهود واني عادة الشخص ده انتعلت من مكان كله وبتستغرب جدا فبتروح وبحب تبحث عن حدث اونغ وعن اللي ابنها كتبه وبتشوف تغسره للناس وبتلاقي شخص رد عليه في انطلب طب وبتفكر في يول طبعا وقت محاول انقاذها وبتكار ترين على تايهو وبالفعل بتروح له عشان يكله سوا وبيكلم عن يول اللي بيكون عارفه وانه كان في كلية الطب وعمل عملية في المشفى كمان وبتفكر فيه جدا فانه هو بيكون بيشتغل وبتكار تقابله بس بيكون بيفكر يعمل معي ايه وبيستعد ان يروح لها وبيفتكر كلامها وقت المحاكمة في ان لو رجع بها الزمن كانت قتل تونغ برضو ووقتها شوف وقت تروحلها وكان مش طيعة ووقتها وكان بيروح للسجن عشان يتباحها مخصوص ويشوف انها تتألم هي في السجن وبياخد اخبار نوع قريب من جنغة اساسا وحتى وقت مخرج كان بتباحها وشاف انها وحيدة ويفرح وقرر يتباحها ويروح للمقابر ويخطط لكل ده عشان يبنق قدامها بل كان في المطعم وموها بيشوفها ويبتبكي كمان ولما بيوصل بيركز فيها وبيفتكر كلامه مع هونغ انه عاوز ياخد منها اي حاجة بتحبها فلازم تقرب منها ويبقى غالة عندها ويروح لها بالفعل وبتقول انها فكرت فيه وبتفتكر كل اللي حصلت معها وكل اللي حصل بينهم من اول ما تقابله غايت ما رحت له وشافت تخصصه وبتاخد تشوف وتاخد تشوف كلاته تمه وبتلاقي انها قونة اللي في المشفى اساسا وصورته مع هونغ وبتتصدم ان كان بيتحك عليها وبيجي ومش عارف انها عارفت اصلا وبتقول انها دلوقتي عارفة كل حاجة ان هو يول وبتصدم من بعض هم الاثنين فبتقول ان بعد موت ابنها وهي ما عادتش بيامها اي حاجة فعرفت ان يول هو ابن هونغ اللي قتلته وبتعرف انها عاوز تقابل ابنه عشان هو اللي بيعددها وانها مش هتسيبه يقرب من عليتها عشان حتى لو فقد ابوه فهي فقد الطفلها وما فيش اصعب من امه فقد الطفلها اساسا وبيفضله متأملين في بعض هم الاثنين فبعد الوقت وكان هو امه بتقابل مع عيون امها وهي هم بتعرفهم انها تبقى تعملهم بشكل كويس وبيكون رحل المكان ده علشان يرتاحوا شوية ويفقوا نفسهم في حين ان امه كان اغل مستغربة منه انه لسه بيحب هيوم بعد يكون اللي بينهم ده وبعد الحادث فبيأكد دليلها وبتستغرب ولما بتطلع بيتم بيها وامه مش بتكون طيقة ده اساسا فانا ايه اللي بيكون بيتدرب وبيفتك الكلام هيون ليه وهوني غيب تيجي توقفه بدل ميغم عليه بس او انا بيعرفها في انها يفضل مستمر في ده علشان الشخص بتدمر اللي معلته بتدمره قدام عينه ولاما هيدمرها لاما هتدمره وانه كان مستنى انها تفرح من جديد وبيكون هو اللي مصور كان في وقت ما كان بيخونها وبعت صور ليها ولامها اوه وصدمها جدا وبيقول انها يخليها تعاني اكتر ما هو عانى وانها تندم ما اللي حصل ده فانا هيون بتروح للشراء اللي غيرت اسم يول وعرفتها انها عرفت الحقيقة بس مش هببلغ عنها علشان حتى لو يول نفذ انتقامه وهيرجع يعرف انه ما عملش ده خالص فبتقرد تروح لي من هيوك اللي بيزعها فيها علشان ما كانش عايز جنغ تموت ورفض يكلمها خالص وبتكون مش عجيبة حياته ده وانه كده بيضمر حياته ولحاناها عانت زيه وخسرت ابنها ظلم وضايات حياتها بس اقترد ترجع تعيش من جديد والنوا اللي بيعمله ده مش هساعده وبتدول رقمها وبتردها لمساعدة وبتمشي ويتأثر جدا فهنا عيون بيكرر يروح لمعرض اللي بتكون بتشرح اللوحات وبتتقابل معه بتدوله اللوحة دي وبيمشي بعدها وده علشان يوصلها لهون اللي بتكشف عليها وبيكون فيها فلاشة اساسا وفيها كل المعلومات اللي بتاخدها ويروح يكمل توصيلها عادي في حين ان الشراء بترسل عيون وبتعرف انها تحمل علاجه مرة ثانية وبتفتكر كل كلام كانغ وانها لاونت عليها فترة السجنة اساسا وقت ما ماتت قدامها وبتقول انها ديته الرسائل اللي كانت عايزة توصله فهنا اللوحة بتوصل لكيم جون وبيدر الصورة الخاصة بكانغ وبيعرف ان هو اللي بيراسل كانغ اساسا وعاوز ان تهم لابوه من هيون وبرغم ان كيم جون عاوز يتوقف بس بيعرفه ان يسامح ويقول بيسكته انها يساعد في الوصول اللي هو عايزه في حين ان ليه بيوري الصورة الخاصة بمقابلة يول بهيون وبيروح لها وعاوز يعرف عن الشاب اللي قابلته واللي ديته مذاكرة وبيكون مش عايزة تقابله باستمرار بدل ما الناس تتكلم عليها ومش عايزة تقابله ثاني ويمشي ويبتستغرب فانها بيروح يبحث عن الحريق وبيدقق في الامر فبيعدي اليوم عتقرب كيم جون بالاشخاص عشان يكسب تعطفهم بس انها يوم بتروحه بتجيب طعمل تايهو وبتأكله وبتسأله عن علاج ام يول وبتتصدم لما بتلاقي انه على علاقة بكيم جون وعلشان كلا بتروح تركز فيه وماشي واللي بيروح لقون ام يول ويصنطبع من هونغ وعاوزها تفوق بل بيكونوا ماشين ورا بعض عربية كل من هون وكيم جون فانها هونغ بتلعب مع الاطفال واللي بتشوف ده هو تايهو ويبيروح لها ام وتشوفه وبيودحها ويبتسيبه وبتطورها ابن فرحان ومن الواضح اللي معجب بها اصلا فانها هونغ بتكونوا روحها وبتتفاجئ ان كيم جون راح عنديون واللي بتصدم اول ما بتشوفه بس بيروح يحضنها وبيعرف انها تاخد ابنها وتمشي بدل ما يدمرهم لو جات في طريقه وبتبقى كوي على اخرها فانا كان غير بيعرف ان مساعد كيم جون هو نفس الشخص اللي هونغ بتدور عليه وبيقوله مؤتمر مهم ويحاول يصادف كيم جون معا في المحطة فهير بيفضل يسمع انها مش ندمانة خالص ويشوف كل تعليقاتها وصورها وبيربط بين كلامها انها تتمي بعيدتها وبيفتكر نفسه وصغير وقتما كانت عيلته متجمعين وما كانش عايزة تجنحية عيلته مع ان ابوه ولقتل ابنها الاول اساسا فبيعد اليوم وبيجي شخص عاوز يدور في تسجيل العربية الكنغ بحجة ان اتعرض لحادث وبيخلى يوني لتشوف ده وبالفعلي بدها الوقت والتاريخ والحال ان ده منتقطة يول وده صاحبه وبيكون عايزة تشوف حاجة وبتفتكر يوريه وبتكلم عشان ايها نجحت وعايزها ترجع تألف كتب من جديد وفجأة بتشوف ابن يوني هو مغم عليه وبتحاول التفوقه ويوني بتيجي وبتروح تطمن عليه على طول بعد بتشوف الصورة ده وبتربط الاحداث ببعضها ويوني بتلاحز ده وهيوني بتكون متضايقة جدا وبتروح تعرفها في اني مشيها في الصورة وده اللي بتأكد يوني لها وبتعرف انها كذبت عشان تحمي ابنها بس يوني عايزة تعرف ايه لو كتب كيمجون ومن هنا بتبتيك كلامها مع كانغة عشان من الواضح ان يوني هي زوجته غير شرعية اللي بتساعده في غسيل الاموال وعاوزه متعاون ويوقفوه وانها عملت صفقة مع كانغة وفي انه يحميها ومش عايزة تعرف من البنت اللي كانت معاه وبكده الشكوك هتروح يوريه فانا كان بيقرر الزور مع كانغة وبيجروا زرف من ليه وبيصدم بحوية يول وانه ابن وونغ ويرح لعنده ويعرف بصورة اللي بعثتها لهيون فانا يوم بتفكر من البنت اللي خانها معاها دي ولا مش عايزة تعرف بيها وبتفصر الصورة اللي تعرضت الخيانة من الاتنين اللي وثقت فيهم وبتربط الاحداث وندمها تخطيط يول وبتكلم امامها على طول بس انا بتصل ليوريه في المتجر الخاص بيها وبتكرر تشوف الدتل على الفلاشة وبتكون يوريه مع كانغة وبتلومه بس انا ام يوريه بتجيلها وبتصدمها وده بسعب يول وبتفتكر وقت ما كانت بتضربها زمان وياه صغيرة وبتروف التقابلها وبتخاف وبتضربها زي زمان بس تسمع التسجيل اللي بيوضح ان يوريه هي البنت اللي في الصورة وهي هون بتكون مصدومة جدا من الشايفاء والخيانة كانغة مع يوريه واللي بيكون راح يلحق اي حاجة وهي هون قلبك بتكسر واستمتبع من يوريه اللي هو موسوط بشكل كبير وده هو بيضمرها وعايزة تحسن نفس الاحساس والجزء بيخلص على هنا مع انتظاره الجزء الجاي تابعونا بس اما اتلاحضوا صلاحيك الفيديو ولو اومر تابعني اشترك في قناة وفعل الجراز علشان ده تابع معاجز الجاي بكل سهولة سلام